منتخب مصر يرتدي القميص الأحمر وموزنبيك بالأصفر بأمم إفريقيا غدا يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم بكارة البرتغالي روي فيتوريا القميص الأحمر والشورط الأبيض والشراب الأسود بينما يرتدي منتخب موزنبيك الطاقم الأصفر بالكامل في المباراة مقرر لها بكرة الساعة 7 مساء في الجولة الأولى المجموعة الثانية بكاس أمم إفريقيا 20-23 فيتوريا قائلا منتخب مصر يخود أي بطولة بهدف التتويج تصريحات فيتوريا أقولها لحضراتكم قال أن منتخب مصر قوي ويمتلك تاريخا كبيرا في البطولات الإفريقية والأيضا نلعب البطولات لتحقيق الألقاب ونعمل بجد في جميع المباراة مستعدون لبطولة موزنبيك فريق رائع ولكن كما قلت نلعب لفوز دائما نحترم جميع المنتخبات وأعرف أن المباراة الأولى وضربة البداية مهمة للغاية وتمحطنا كبيرة في هذه البطولة قال كمان أمتلك لعبين كبار في منتخب مصر والكل جاهز لمشاركة وهناك منافسة كوية بينهم محمد صلاح لعب كبير جدا ووجوده إضافة كبيرة لنا بكل تأكيد وأخيرا قال تنظيم جيد وأشكر كوتيفور وكاف على الاستقبال وأريد أن أهنهم على التنظيم وأتمنى أن تكون بطولة رائعة الحقيقة أن إحصائيات روي فيتوريا مع منتخبنا الوطني إحصائيات بتدعو إلى التفاؤل الحمد لله أرقام كلها إيجابية مع روي فيتوريا ربي يكمل على كده ونخرج من هذه البطولة بكلين شيت كوتيفور تنفق مليار دولار على تنظيم كاس أمم إفريقية كشفت تقرير صحفية عن إنفاق كوتيفور مليار دولار على تنظيم بطولة كاس الأمم الإفريقية التي تنطلق بعد قليل أو انطلقت بالفعل بمواجهة البلد المضيف ضد غينيا بيساو وذكرت شبكة بي بي سي أفريكا أن الحكومة استثمرت ما لا يقل عن مليار دولار لاستضافة البطولة حيث أقامت ببناء أربع ملاعب جديدة بينما قامت بتجديد ملعبين آخرين بالإضافة إلى بناء وتحديث المطارات والطرق والمستشفات والفنادق في المدن الخامسة التي تصدفها البطولة تصدف خمس مدن إفارية لقاءة البطولة وهي أبيتجان بجانب بواكي وكورو وسان بيدرو والعاصمة يامو سوكرو أشرت أيضا الشبكة لأن المبلغ الضخم التي حصلت عليكو ديفور من قرد حصلت عليه الدولة الوقاعة في غرب إفريقيا من صندوق النقد الدولي في إبريل الماضي والبالغ بـ 3 مليار و 500 مليون دولار بعدما عانت من حروب الأهلية في الفترة ما بين 2002 إلى 2007 وعامي 2010 و2011 الخبر الأخير وهو فينست أبو بكر يغيب عن أمم إفريقيا بسبب الإصابة كشف التعليل الصحفية أن فينست أبو بكر قائد منتخب الكاميرون سيغيب بشكل رسمي عن خود منافسات بطولة كاس أمم إفريقيا 2023 في كوديفور بسبب الإصابة وكان فينست أبو بكر مهاجم بشكاتش التركي قد فشل في استكمال تدريبات المنتخب الكاميروني مساء الجمعة بعد تعرضه لإصابة قوية وفقا لصحيفة سي فوت الكاميرونية في أن الصفحصات الطبية التي خضع لها أثبتت معاناة أبو بكر في تمزق في فغدو الأيمن لتتلاشى فرص مشاركته في البطولة